وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني أنفنتينو قد وصل إلى البلاد لحضور حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين والتي أقيمت على الساد جابر الأحمد الدولي برعاية أميرية سامية وحضور شعبي وحضور رسمي وشعبية وكان في استقبال أنفنتينو على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم